قبل كده لكن هقولها لان عايزة تجديد في الفكر قبل الفاصل كنا منتكلم على ويل للمصليين اللي هو مش داري انه بيصلي وبيعمل كل حاجة حرام وهو مظهره رجل مصلي فبيسيء الى الدين لا يسيء الى نفسه وهو اتحط في زمرة المنافقين ده قبل الفاصل كنا منتكلم عليها عبد المولى نوفل السلام عليكم لو سمحت الكتور عندي استشارة عندي بنتي بقالي 8 سنين بقالي فعل دكاترة عندها امساك ومشي على كذا كنت عايز حرارك تفدني عشان ارتاح يعني الامساك مشكلة في مصر كبيرة يعني ما نيجي العيادات ونعمل احصى حنلاقي الامساك يمثل نسبة عالية من المرضى نسبة عالية الامساك قد يكون بفعل فاعل تقولي مش فاهم اقولك انا اللي عامله انا اللي عامله عندي نفس امساك تقولي ازاي اقولك القولون فيه منبه وفيه جراز منبه يضرب جراز لما يتملي تحت خالص مستقيم مستقيم لما يتملي براز يضرب منبه ايه هو المنبه ده؟ الشعور بالتبرز الشعور بالتبرز كلنا مرنا به يجيلك احساس اه عايز اخش تايلت خلاص يعني ايه بفعل فاعل؟ يعني الشعور جالي مرة وطنشته وطانية وطنشته وطالتة اختفى الشعور مش حاجيلك تاني طب ولما مجاش تاني كارسة ليه؟ هو حد بيخش دورة المية وهو معندوش شعور تبرز حصلت؟ ما حصلتش طب وإيه يعني؟ البراز في الجزء اللي تحت ده عملية انتصاص الماء مش سمرة أول ما البراز ينزل في الحتة دي يتشال منه المية تحول إلى حجر صلب والحجارة ما تديش شعور تبرز عشان أخذ شعور تبرز لازم البراز يبقى لازج لازج يعني فيه مية فأنا اللي عمله بإيدي هذا اسمه امساك اعتيادي امساك اعتيادي بيحصل للولاد الزغيرين خاصة أيام المدرسة الولد أجاله شعور التبرز الصبح ساعة 8 يالله يا ولد العربية جات المدرسة فينه الباب يوم يطنش ولما يروح للمدرسة تولدتات مش عجباه هو عايز بيته مرة في مرة في مرة وصيب بالامساك مانوش حل مانوش حل فده اسمه امساك اعتيادي انا اللي عمله بفعل فاعل وقد يكون الامساك مرضي فيه مرض قافل الدنيا مثال فيه عيوب خلقية في القولون تلاقيه لافف كده لافف فالبرز مش ماشي سالك او لقدر الله ورم ورم قافل هذا دول ندرين جدا 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 الحاجات اللي بقوله ندرة جدا وقد يكون الامساك لا علاقة له بالقولون لا علاقة له بالجهاز الحضمي هبوط في الغدى الدرقية هبوط الغدى الدرقية تعمل امساك عشان كده ساعات يجي واحد امساك يقول له عايزين تحليل غدى يا دكتور انا بس شاكم الامساك يا دكتور اقول له معلش بس ده جزء مهم جدا هبوط الغدى الدرقية العين عنده امساك وامساك عنيف مش عادي او خلل في ايونات الدم خلل في ايونات الدم وده خطير ده بنشوفه بقى في العيناء المركزة لما يحصل شلل في الامعاء يوم يحصل امساك العين لا يطلع غاز ولا براز ولا اي حاج شلل الامعاء مش شغالة فالاسباب كثيرة جدا جدا لكن انا مش عايز اللي عنده امساك وسامعني يا لا لان تسعة وتسعين في المية بيبقى امساك اعتيها دي انت اللي عامله تاخد ملاينات اهلا نفسك حسب ما الدكتور يقول تعمل حقنة شراجية ممكن ما فيش مشكلة حسب ما الدكتور يقول له ليه بداية الامساك عرض وليس مرض عرض وليس مرض زي بالزبط انا عندي اصداع عندي اصداع اقول لك يا سلام خد الدوة ده يا سلام يا سلام افرض عندي ورم في المخ افرض عندي ورم في المخ ارتشاح عندي عندي كله بدأت بصداع الصداع عرض وليس مرض ما فيش حاجة اسمها بعالج صداع ما فيش حاجة اسمها بعالج امساك ما فيش حاجة اسمها كده شخصني الاول يعني هروح للدكتور اقول له يا دكتور انا عندي امساك بيلي طيب حكتب لك تقول له ما كتب ليش انا عايز اعرف انا عندي ايه انا عندي امساك ليه ليه دي بداية العلاق لما اعرف انه هبوض غدة حديك منشط الغده خلاص انتهت المشكلة اما اعرف انه فيه حاجة جراحية خلي بالك من الكلمة جراحية قولون محتاج جراح خلاص فيه اسباب كثيرة